ترجمة نانسي قنقر لتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية والتدريبية في مختلف المجالات ولعل من أهمها مجال العلوم والدراسات المصرفية والذي يعد من القطاعات المهمة والمكملة للعلوم التقنية الأساسية للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ليشكل التوقيع على الاتفاقية إنجازا ثنائيا يقود نحو بناء القدرات في التمويل المستدام وتدريب الكوادر البشرية في المجالات ذات الصلة والاختصاص بالإضافة إلى دعم الرؤى التنموية الشاملة التي وضعتها القيادة الرشيدة والتي تتجلى في متنوع الخطط الوطنية المعمول بها في البحرين وإيمانا بأهمية تكامل الجهود الوطنية في المجالات التنموية كافة ضمن إطار يدفع بالمملكة والمواطن في مصاف الدول المتقدمة لتحقيق الاستدامة الهدف من توقيع هذه الاتفاقية اليوم هو لتعزيز التعاون المشترك بين هيئة الطاقة المستدامة ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية خصوصا بعد أن بادرت بادرة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بتتشين أكاديمية التنمية المستدامة والهدف من أكاديمية التنمية المستدامة هو زيادة القدرات في مجال التمويل المستدام وتدريب الكوادر البشرية في هذا المجال المملكة البحرين لها أهداف وطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والأهداف الوطنية هي بالنسبة للطاقة المتجددة تحقيق 5% من الطاقة النظيفة أي 250 ميجاوات بحلول 2025 تزيد إلى 10% بحلول 2035 أي تكون حوالي 710 ميجاوات ترجمة نانسي قنقر